موسيقى رجعنا لكم الجديد مشاهدينا ومعاننا في الاستيديو المخرج والمصور البحريني خليل المالود صبحك الله بالخير ياهلا مرحبا فيك خليل صبحك الله بالنور والسرور ياهلا فيك شمان نورتنا طبعا في السيديو شمس البحرين نساعدين نتواجدك النور نورة طبعا خليل مثل ما نعرف انت ما شاء الله عليك اخرجت الكثير من الفيديو كليبات حق العديد من الفنانين فكلمنا عن اخر فيديو كليب اخرجت الفنان البحريني حنا رضا والله كانت تجربة جدا جميلة قضينا فيها اربعة ايام عمل وبعدها تمين اسبوعين بين المنتاج والتحضير في النهاية الناس لاقت يعني اعجاب العمل هذا وستانا ستانا بردود الفعل خاصة ان العمل استهدف الفئة العمرية الكبيرة يعني وهي شيء جدا يعني اسعدني لان يمكن تفاصيل العمل او الفيديو كليب كان نوع الترافي اكثر فكان فيه اشي معينة لازم تركز عليها يعني خليل احنا نعرف قبل انتاج اي عمل اي فيديو كليب او اي عمل بشكل عام لازم فيه تحضيرات مسبقة فيه استعدادات لأي عمل فكلمنا عن الامور اللي ترتبها في خلف الكواليس هل انت كم مخرج تحاول انك تشوف اللوكيشن قبل تدرس الموضوع اكثر قبل تبتدي عملية التصوير طبعا شيء اكيد هاي من احد اسباب نجاح العمل انه لازم انه يكون فيه فترة تحضيرية له ودراسة عشان نقدرح ننقدم على التنوج تقريبا خذت لنا فترة كفكرة خذت لنا تقريبا قبل الكورونا وبعدها الفترة التحضيرية اللي اشتغلنا على هاي العمل كانت تقريبا بين اسبوعين وصورنا مثل ما خبرتش خلال الاربعة ايام وكان الفترات اللي كنا نشتغل فيها من الساعة خمس الفجر الان ساعة ثمان بالليل خلاص وشي كان جدا جميل تجربة كان جديدة من نسبالي وحلوة يعني بس انتأكيد لكل كثير من التعاونات مع الكثير من الفنانين صح تقام في البحرين ولا برع البحرين صحيح اول شيء وجهت تحييه حق استاذ سعود الرندي من الكويت بدايتي كانت معه تعلمت منك يعني اشياء كثيرة جدا واشتغلت من خلالة ويها فنانين كثيرين في الخليج من ضمنهم هم الاستاذ راشد الماجد وابن مجيد عبد الله والفنانة احلام فكانت تجربة جدا جميلة يعني كثير ما شاء الله من الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكثير من التجارب اللي سويتها في عالم تصوير عالم الفيديو خلينا نعرف ان اليوم السوشال ميديا الصراحة تقدر تلعب دور اساسي انها تسوق حق اي عمل او تقدر انها تنشر اي شخص حاب ان يوصل فكرة وحاب ان يوصل مضمون فشون فايدتك السوشال ميديا في انك تنشر عمالك اللي قاعد تخرجها او انك تنتجها السوشال ميديا منبر جميل ان الواحد اذا عنده موهبة يقدر من خلالها يعرف الناس على شن الموهبة اللي هو يقدر يمتلكها صحيح يقدمها فادتني جدا السوشال ميديا كمنصة ان اطلع كل ابداعاتي اللي ممكن شوي لو ما كانت السوشال ميديا موجودة كانوا اليومان ما قاعد معاكم اليوم في البرنامج وتستضيفيني فجدا انا يعني امتن حق هاي السوشال ميديا اللي فعلا الشباب هالأيام اللي جيل هالأيام لازم يستفيدون منها بطريقة ايجابية وليس سلبية واحنا طبعا انا شخصيا اتابعك خليل واشوف ما شاء الله عمال كثيرة تقدمها وكنت اتابعك من بداياتك احنا راح نعرض الحين فيديو حق المشاهدين عشان يشوفون بعض اللقطات اللي كانت الدور خلف الكواليس وغيرها من هذه الامور ونبي نتكلم شون الامور اللي تكون خلف الكواليس حنا نعرف من المخرج لازم يشتغل من A to Z عشان يرتب هذا الموضوع خلي نتكلم عن هذا العمل هو كان حق لايف صحف الانستغرام صحيح كان فيه فترة فترة الكورونا حبنا نفرح الناس بعمل جدا لطيف وخفيف لايف مباشر اشتغلنا فيه وحضرنا له هاي العمل فيه اقل من اسبوع ما شاء الله ايات الفكرة سريعة وصار العمل والناس جدا اشهدت فيه الناس حبته وكانت تجربة لي كأول تجربة لي قولة انا اطلع اخرج شيء لايف وكان جدا شيء صعب بس الحمد لله رب العالمين وفقنا وقمنا يعني في فترة الكورونا الكل قام يطلع لايف فانت نقلت الصراحة هذا لايف حق الفنانين بصورة جدا جميلة يعني انا شخصيا ام كنت بعت لايف وشفتش كثير كان جميل وهذه ايضا بعد خلف الكواليس حق عمل اخر اينا هاي كان حق اعلان كان هاي اول تجربة لي بعد اخوضها في مجال الاعلانات بشكل عام تغريبا هاي التجربة كانت قبل في الفين وثمانت عشر حسنا قبل سنتين خليل التصوير حق الاعلانات يختلف تماما عن تصوير الفيديو كلب بالنسبة حق عمل مثلا انتاج فاني الاعلانات والفيديو كلب طبعا كل مجال يعني مختلف تماما بس في النهاية الروح الضل موجودة الروح الضل موجودة الفترة ممكن التحضيرية حق الفيديو كلب والعمال العلانية العمال العلانية كلها تكون فترة قصيرة جدا الفيديو كلب لانه ممكن يكون فيها مشاهد متعددة اماكن متعددة اوقات متعددة فنقدر نقول ان شوي الفيديو كلب متعب اكثر من الاعلان اكثر من الاعلان نفسه خليل يعني ما شاء الله انا تبعك من بداياتك اليوم انت بتديتك مصور وليوم ما شاء الله وصلتك مخرج انعرف ان هذا التطور وهذه النقلة يات من تعب من جهل من اصرار فكلمنا عن هذا التطور اللي حصل لك خلال هذه السنين امانة اول شي اوجه تحييه حق والدتي تستاهلم خليل من الناس اللي وقفت معي في بداياتي والدي بعد الاهل دائما هم السند في هذه الامور صحيح ما اخفي عليش ان في مشاق جدا الواحد عشان يكون مثلا بالطموح اللي هو يتمنى في مشاق ان الواحد يطور من نفسه يوجه نفسه بنفسه يمر في اغلاط وفي صعاب مو بس في اتقان عمله حتى في تطوير وصقل شخصيته الموهبة واحدة ما تكفي طبعا الدراسة والموهبة وهم الشخصية يجب ان تكون هثا صفات متكونة عند الانسان عشان يكون ناجح ويوصل للي هو عليه اليوم او اللي وصلت للي وصلت للي بالنسبة لي كبداية التصوير كانت موهبة وحب مثل نقول علاقة علاقة غرامية يعني بين الطرفين وانا جدا احب شغلي وانتي بعد ايما اكيد تحبين شغلك ف اعرف هاي الشعور الشعور اللي خليش تقوم من الصبح وانتي بطاقة ايجابية عشان تبدلين قصار جهدش عشان تكونين وتبدع في المجال التي تقدمه صحيح فطورت نفسي علمت نفسي بنفسي ما اخفي عليكم بعد انا اتجهت لدراسة الاعلام والعلاقات العامة حلو وغير ان الدراسة ساعدتني وغير ان الممارسة ايضا ساعدتني ومع الايام صارت لي فرص وكنت اتمناها ولاني اثبت روحي فهيات لي فرص كبيرة ومن ضمنهم اول عمل قدمتها مع الفنانة حنان رضا تستاهل اكيد أو الجهنة تحية اكيد تستاهل فنانتنا حنان رضا هذه التحية وشفنا هذا العمل جدا جميل وما شاء الله حتى عدد المشاهدة عليه كانت جدا كبيرة وعالية وكل اشهد بالاخراج بالفيديو كلب بالصورة الجديدة اللي اطلعت فيه الفنانة حنان رضا في هذا الفيديو كلب خليلي مكمل الأمور المهمة اللي يركز عليها يمكن المصور انه لما يوصل لمرحلة من مراحل النجاح يحاول ان ينقل هذه الخبرات اللي عندها من خلال فيديوهات او من خلال حتى دورات تدريبية انا يمكن شفتك كم من فيديو في اليوتيوب انك انت تحاول تنقل بعض الامور او بعض هذه التجارب للناس اللي مهتمة في التصوير او هاوي التصوير صحيح انت تركز على هذه الامور بشكل دائم امانة قبل انت تركز على هذه الامور عندي مهم ان اقل الثقافة اللي انا تعلمتها حق الاجيال القادمة عشان انه قبل احنا صعب نلقى المعنوبة ونحصها المعلومة في اي مكان لازم نشتري كتاب ونقرأ وندرسها في الجامعة حين اليوتيوب صار منصة قوية وايضا السوشال ميديا منصة ايضا قوية ان الواحد يوصل من خلالها هذه الفيديوهات التعليمية بداية الفترة الأخيرة اقدم بعض الفيديوهات اللي خل نقول الباسيك الباسيك اللي ممكن تفيد الاشخاص انا بالنسبة لي ما احبط قاضي على ان انا اعطي مثلا دورة او من هالقبيل احب ان انا اوصل المعلومة بالمجان وفي نهاية الكل استفيد ما اخبي اي معلومة احصلت في الحياة على اي احد فعلا هو يبي يوصل حق حق هيدف اوحل معين في مجال التصوير وعالم الاخراج يعني خلينا نعرف انه ما شاء الله عالم الاخراج عالم متجدد فيه شغلات يديدة فيه تقنيات يديدة الواحد ممكن لازم يكون اب تو ديت معها من ناحية التصوير من ناحية الامور التقنية اللي يستعملها يمكن المخرجة والمصور فكلمنا عن الادوات اللي تستعملها دايما في اي عمل ولازم تكون موجودة هذه الادوات معاك في كل التصوير كاميرات معينة مثلا او شغلات معينة تركز عليها هي تكون موجودة في التصوير الكاميرات اللي اركز عليها تكون موجودة في التصوير او الادوات بشكل عام يعني هتفكر تفضل تكون مثلا شركة معينة من الكاميرات تفضل مثلا شغلات معينة تكون موجودة بحيث ان انت تحس ان هذه الكاميرا بديت معها وتحب انها تكون موجودة في كل عمالة انت تخرجها وتشتغل فيها أماناتن ما اقدر اقول شركة معينة او افضل شركة على شركة كلها واحد فعلا او او انت تستخدمينها او انت تكون احسن نتيجة حلوي انت تحب تنوع هذه الشركات وشاط انت تعرف كل مثلا كاميرا هو شكرا مفيدة في مجال التصوير او نحن في زمن حاليا حتى بالموبايل الوحد يستمتع له شيء محول جدا الوحد ما يستهين في الكاميرا العادية مرة من المرات كانت لك تجربة بي عام ميجودة وخلتها في ضمن عمل بس ما بقول أي عمل عشان أشوف شون المشاهد هل يركز أنها كانت هل كان هاي الشغلة من تصوير موبايل بس في مشهد واحد طلع بالموبايل كنت بس بس ويتست أن أشوف هال مشاهد ممكن يلاحظ أن هاي المشهد فعليا أخذ من الموبايل بس كان ودي يكون لتجربة إنه لو أتكلم أكثر عن الأداء اللي أنا أفضلها كانت ودي تكون لي تجربة إنه أخرج فيديو كليب بالموبايل بالموبايل وشفت يعني ريسنتلي شفت فيديو كليب عالمي أخرجه بالموبايل فأتحسافت قلت يعني لفكارتكم موجودة بس ساعات التطوير تطبيق كون شوية تتردد فيه مو تتردد فيه بس يعني ساعتي يكون الوضع العام مملاع في بعض الأشخاص مثلا ما يشوفون إنه تصوير الموبايل إنه يكون ذو كفاء وقيمة إنه ينأرض على مثلا الشاشات مع أن أتصدق في الكثير من القنوات التلفزيونية تعرض تقارير تطلع من خلال الموبايل من تصوير الموبايل نحن نقول في النهاية من شطارة المصورة من شطارة الشخص الذي يستعمل هذه الأداء و هذه الكاميرا خليل هل في أشخاص أو مخرجين أنت تأثرت فيهم من ابتدت في مجال عالم التصوير ومجال الإخراج؟ أمانة في مخرج أوجهة تحية المخرج السوري حاتم علي ويد كان يأثر فيني من ناحية الأخراج ويد كنت أتابعة بشكل كبير في الأخراج الترامي كان يشدني ويد يشدني وبعدها الأستاذ الكبير أستاذ أحمد عقوب المقلة جهلة تحية أكيد كان يشدني في طريقات شلون يطرح الأعمال الدرامية الخليجية للبحث التراثية وكنت ويد أتأثر فيهم وأنا صغيرة نحن كلنا نطلع الفلكلور الشعبي أو سواء العربي أنا من محبين صراحة الدرامة السورية والدرامة الخليجية بشكل كبير وبعدها قمت أتأثر في المخرجين اللبنانيين صار فكري شوي قاعد كل ما دائرة التفكير توسع عندي قاعدة أتأثر step by step لين ما وصلت تعرفت أن في أجانب ممكن تسوي أعمال كبيرة بس أمانة أمانة مو متأثر في مخرجين أجانب كثيرا مو متأثر في ممثلين أجانب أيضا مخرجة ويدة حباب عمبي أنساها نادين لبعكي طبعا ملهمة بشكل كبير ودائما نقدم شغلات بداعية يديدة صحيح يعني هي اللي خلت موضوع أن المرأة ممكن تكون إنسانة منجزة وفخر للوطن العربي وصلت للعالمية هذا شيء جدا جميل صحيح يمكن كثير من الأفلام التي قدمتها سواء كانت على الأفلام أو كانت على الفيديو كلفات القديمة التي كانت الشغل عليها دائما مبدع خليل أكيد عندك أحلام عندك طموحات تحب توصل لها في المستقبل فشنو الأشياء اللي حاطها في المستقبل حاب أنك توصل لها؟ أمانة 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 كما أنت تحب الشغلات الشعبية تحب الشغلات التراثية أكثر بالله هناك فبالي لكن لا أتكلم بالضبط ما أبي أسيا ويجعل الوحد مفاجئة يعني الكثمان قبل على الهوكل أنت خبرت أني أنا حرص أنت تحب أن تجعل الموضوع سيكرة 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 لأن ساعة ما أصر أصدني أنا نوعاً ما من الخدلان فما أبي أخذ النفسي ولا أخذ للناس اللي مثلاً ما أحب أعطي وعود أحب أسهوي اللي هو أفعل أكثر من وعود ما شاء الله عليك خليل يعني قدرت تثبت نفسك في فترة جداً قصيرة في سنوات قليلة خليل مولود نشكر حضورك ونتمنى لك كل التوفيق وشكراً على تلبية الدعوة وحضورك في شمس البحرية نت مشكرين أن أستطفتني في بناتجكم وهذا الشيء يزيدني الشرف نتمنى لك كل التوفيق شكراً لك وشاهدينا دعونا نطلع فاصل سريع وراجع لكم مع آخر محطة لنا اليوم في شمس البحرين خذكم ويانا